مرحبا وأهلا وسهلا بجميع متابعي شبكة الكفيف العراقي في هذا الشرح الصوت الجديد وهو لكيفية تثبيت متجر أبكيك بدون جل بريك وكذلك كيفية تحميل بعض التطبيقات يعني التطبيقات بسرعة من متجر أبكيك وكيفية تثبيت التطبيقات الغير موجودة بالأبكيك اللي احنا وفرناها قبل فترة اللي هي الألعاب والألعاب والأنكلاير طبعا ماذا ما تعرفون أنه الأبكيك كان يشتغل فقط للي عنده جل بريك ويطلب أذات F-Signify لكن أبكيك قبل سبوع تقريبا أصدرت نسخة جديدة من الأبكيك وتشتغل بدون جل بريك وكذلك بها ميزة التوقيع الذاتي أي أنه أنت تتوقع أي تطبيق تيد IPA بشاهدة مؤسسة بيدك من خلال الأبكيك والحلو بالأبكيك أنه لما توقف الشهادة وتتجدد راح يجددونهم بس التطبيق مالتهم الأبكيك بذل ما تعرفون أنه الأبكيك بي عدد هال جدا من التطبيقات يعني الريساينيك تأخذ وقت هواية لأهدد التوقيع فهم ما شنو هم ما يوقع لك يا أونلاين أثناء ما يحمل التطبيق ويكتمل التحميل راح يبدأ يسوي للريساينيك للجهاز مالتك طبعا طريقة تثبيت الأبكيك كل شي سهلة تروحون على موقع iphonecake.com.app أو من موقعنا اللي هو iPad Store ثبتوا بعدين تروحوا للعدادات عام إدارة الجهاز وتوسقوا للتطبيق بعدين تتخلق على الأبكيك يرغب أبكيك بالإرسال الأشعارات طيب ومافق بعدين يطلب منكم تثبيت ملف حتى ياخذ الUDID Profile Workation of Device Workation يعني حتى يوقع لك تطبيقات على هذا الUDID تنطي على وهو راح يثبيت البروفيل ويرجع للأبكيك طبعا طريقة التحميل من أبكيك كل شي سهلة حتى نذهب للأبكيك نختار أي تطبيق نريده أو على Search طبعا الأبكيك بإددت Tabs Latest Packular Tweet Tweet Downloads Downloads توجد هذه التطبيقات سواء التي تحملتهم من أبكيك أو التي حملتهم من المصادر الأخرى Settings لا توجد شيئا فقط حساباتهم سوف نرى هذا هو الأصدار IphoneCade أرى إفونكيت.com امتع اشترك في تويتر اتضافنا على ديشقد IP Store VIP هدى إفاستور و هذا IP Store VIP هذا المتجر المدفوع اللي هو يعني يقل لك يعني ينطيك ضمان ووارنتي ذات وقفة الشهادة اللي هو من المطورين وليس شهادة المؤسسة يعني من المطرفون اكو اكو في اي بي و اكو شهادة انتر برايس اي شهادة الواسسة العادية فال في اي بي يقل لك فترة اطول حتى يصير ريفوك وهاي الشهادة بس كل مميزات موجودة بال في اي بي اللي يريد يعني اي تطبيق اريده بال نضغط على get طبعا كل قسم بي search تكتبون اي شي تردوه اوكي هذا get لما تتضمن تابع get رح يبدأ يحمل رح يبدأ يحمل وبعد ان يقول لك مني يكمل تحمل يقول لك ارغب التثبيت فلان تطبيق اما اني انا عندي تطبيق اريد اه اثبتة من انا حمل تمنيا من safari من موقعنا اللي هو ipastore.natlify.com واللي هو انتلاح اوكي 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 بعد ما تنطو تفتحون الرابط في safari وتحملوا سواء من drive او من اي مكان ويكمل تحميل رح يقول لكم open with upcake اوكي 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 يقول لك ملفك اوكي يعني تصدر بنجاح تريد تروح لقائمة download اوكي 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 install اللي هو يثبت لك يا custom install اللي هو التثبيت المخصص يعني تقدر تكرر التطويق على اسقل ما تحب مشاركة التطويق حدث خلاص اوكي 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 اوك Caber اوكي اوك اوكي مثلا تست انتظر الاجتك اوه اوكي ، إستغطية إستغير منها ، إستغطية الأصدار أن يمنح الشتاء إستغطية الإطارة ، إستغطية الإشتراب كمّل كل الإجراءات كمّل كل الإجراءات طبعاً إذا ضغط على إذا ضغط على إنستور سيتم تلقائهم كما يقول لك هذه الأعدادات ولكن لدينا الإنتليار لقد قمّل حملة لن يوقع بشهادة كمّل التوقيع قمّل لك ap-ipstore.me يرغب تثبيت تست نضغط تثبيت طبعاً الموبايل بالإنجليزي فأنتم سيقول لكم ap-ipstore.me يرغب تثبيت تست بالإسم الذي سميته حسناً نرى الشاشة هذا هو التطبيق نرى إدارة الجهاز حتى يتأكد أن يتوقع بشهادة مؤسس 100 حتى يتوقع بشهادة مؤسسة حتى يتوقع بشهادة مؤسسة وخاصية التوقيع الذاتي يعني موقعت بيدك أتمنى أجبكم ونلتقيكم في شروحات أخرى إن شاء الله ما سلامه ترجمة نانسي قنقر